يعني خلال الساعات الماضية في الكواليس صراع كبير وضغوط كبيرة جدا جدا على أحمد فتوح نجم طبعا نادي الزمالك ونجم المنتخب الوطني خلال أو من يومين كان أحمد فتوح نزل ستوري بتيشرت نادي الزمالك في محاولة لتحسين موقفه طبعا سواء مع عدارة النادي أو مع جماهير نادي الزمالك في ظل طبعا الأزمة الشهيرة وابتعادوا عن الملاعب قرار من مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيم وعرضوا للبيع وتمسك حسين لبيم بالقرار في الجلسة التانية كل ده كان تم خلال الفترة الماضية لكن ما لم يتم الإعلان عنه والسبب الرئيسي في بداية إعادة أحمد فتوح في التفكير مرة تانية لحل أثبته مع نادي الزمالك شرط أساسي من روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني اللي قال لحمد فتوح بالبلدي لو مش هتلعب الفترة الجاية مع الزمالك أنا مش هاخدك بطولة أمم إفريقيا طيب هل الكلام ده اقتصر على جلسة ما بين فتوح وفتوريا بس؟ لا الكلام كمان اتنقل لي حازم إمام طبعا المشرف على المنتخب الوطني النجم طبعا الأسطوري للكرة المصرية ونجم نادي الزمالك الأسبق فيتوريا قال للحازم إمام أحمد فتوح لو ملعبش في الزمالك الفترة اللي جاية 90% أنا مش هاخدك ومش هاخد أي لاعب هو ما بيشاركش مع فريقه في الفترة اللي جاية وكمان وبالمناسبة طالما احنا يعني أنا عندي طبعا حاجات كتير خاصة بأحمد فتوح لكن طالما نتكلم في الحتة بتاعت المنتخب وأمم إفريقيا إمام عشور هو اللاعب الأقرب من المستبعدين بقرار من فيتوريا ليكون متواجد فيه القائمة النهائية لبطولة أمم إفريقيا لكن لسه لم يتم حسم موقف طريق حامد ولم يتم حسم طبعا برضو مصير حسين إنشاحات وإن كان يعني اللاعب الأقرب زي ما قلت لك هو إمام عشور لكن خلينا أرجع لك لأحمد فتوح أحمد فتوح بيمثل لي طبعا المنتخب الوطني هو اللاعب البديل لمحمد حمدي تاني اللاعب البديل وليس اللاعب الأساسي لكن في نفس الوقت هو لاعب مهم ولاعب مؤثر جدا وظهر بشكل مميز جدا وهو لاعب مميز جدا جدا ما حدش يقدر يتكلم عليه خلال الساعات الماضية إعلامي شهير جدا جدا بيضغط على أحمد فتوح لعدم تجديد تعاقده مع نادي الزمالي أحمد فتوح تواصل معه عمر الجنيني أحد أعضاء مجلس الإدارة السابقين أو في وقت من الأوقات ويعني يحاول أنه هو يقنعه وتوصله لاتفاق أو مبدأي أن أحمد فتوح يجدد لمدة أربع سنوات ويكون في الموسم الواحد بعشرين مليون جنيه وفي نفس الوقت أحمد فتوح بيطلب أن يكون فيه شرط جزائي قدره 2 مليون دولار في العقد وده أحد الشروط اللي بيرفضها حسين لبيب رئيس النادي حسين لبيب شايف وده موقف حسين لبيب رئيس النادي الزمالي أن اللاعب عليه أن يجدد دون قيد أو شرط وفي نفس الوقت حسين لبيب رئيس نادي الزمالي شايف أن عايز يكون موجود أي لاعب داخل نادي الزمالي هيكون بشروط نادي الزمالي مش عايز يكون موجود حسين لبيب نفسه والكلام ده قاله في جلسة خاصة ما عندوش مشكلة خالص أنه هو يوصله في أي حتة هو عايز واللعب يختار ترجمة نانسي قنقر